هو تحليل الدهون لازم يبقى صايم ولا مش صايم طبعا احنا طول عمرنا كنا نعرف برضو زمان ان تحليل الدهون لازم صايم من 12 ل 14 ساعة صيام عن كل حاجة مع عدى المية تقريبا وبعدين في الفترة الاخيرة بدأ يطلع كلام يقول يا جماعة تحليل الدهون مش لازم صايم طيب احنا بقى نعمل ايه صايم ولا مش صايم بص يا عم لو انت بتعمل تحليل الدهون عشان تقيم عيان عندك عنده مشاكل في القلب او خايف من مشاكل في القلب وبتعمل تحليل الدهون لكده يبقى لازم التحليل ده يكون صايم بال12 ل14 ساعة زي ما قلنا لان من ضمن الليبت بروفيل او تحاليل الدهون اللي بنتلوبها او الدهون السلاسية ودي ممكن تبقى مرتفعة لساعات بعد الاكل العيان لو كل الدهون السلاسية بالذات بترتفع بعد الاكل وعشان كده مش هنقدر نحكم عليها لو العيان مش صايم وكذلك LDL الLDL بيعملوها بمعادلة معتمدة على الدهون السلاسية وبالتالي مش هنقدر نحكم عليها برضو لو المريض مش صايم صحيح في طرق نقيس الLDL مباشرة لكن مش متوفرة كتير والمعظم بيعملها بمعادلة معتمدة على الترايجليس رايدز فهتديك قريات غلط كمان الارقام اللي هي النورمل اللي احنا عارفينها بتاعت الدهون يقولك مثلا total cholesterol من 200 الدهون السلاسية لحد 150 مثلا يعني فالارقام دي معتمدة او مأخوزة على تحاليل الصيام القديمة فعشان كده لو بتعمل التحاليل عشان تقيم العيان بتاعك من cardiovascular risk يبقى لازم العيان دي يكون صايم حوالي 12 ساعة اما لو انت عايز تعرف بس total cholesterol مثلا او ال HDL مثلا فده لا يشترط فيه الصيام وطبعا عشان ده تحليل مهم تحليل الدهون ده مهم جدا فالدراسات مستمرة عليه دلوقتي عشان نحاول نعمله بابسط الطرق ونسهل على العيان انه يعمله وعشان كده بدأ التفكير في انه يتعمل مش صايم لكن زي ما قلتلك الاساس وخصوصا لو بتأسس cardiovascular risk يبقى لازم يكون العيان صايم وهسيب لك رابط تحت شارح الكلام ده مستقر مستقر